اشتركوا في القيح اشتركوا في القيح اتركوا لكم الجواب ربما الجواب هو في طريقة باش الحزب الشراكي موحد كيتحمل مسؤوليته تجاه هذا الشعب المغربي وانه يحامل كل قضايا العادلة وهو كتقاف الواجهة يدافع على الحرك الشعبي دي الريف والعدالة دياله على الصحفيين عمر رادي والريسوني الذين سجنوا ظلبا وعدوانا وعلى كل قضايا لفحيف لطال المغاربة والذي لازال وعلى رأسهم كذلك الاساتيدة الذين فرد عليهم تعاقد احنا البارح كنا معهم هنا يا فرباط يعني كانوا غايت قدموا خمستاش من خيرة الشباب اللي هم أساتيدة فرد عليهم تعاقد للمحكاموتم التأجيل كنا احنا حاضرين معهم يعني احنا في كل المعارك لاننا نؤمن بالنضال في الشريع الى جانب الجماهير والقضايا العادلة ونؤمن كذلك بالنضال في المؤسسة ولكن هاد الناس ما بغو ناش نضلو داخل المؤسسة